اشتركوا في القناة كده كل الاشعاعات اللي احنا سمعناها في الفترة اللي فاتت طلعت صح الجهاز بالفعل هو عبارة عن ميكس ما بين جهاز محمول وهون كونسول وفيه كذا يعني طريقة استخدام لي سواء بقى انت هتلعب لوحدك او بشكل ممكن يقول مالتيبلاير وانا عن نفسي شخصيا اول ما سمعت عن الفكرة دي من خلال الاشعاعات انا كنت مستني اشوف شكلها عمل ازاي لان الموضوع كان مسير للانتباه لما شفت التطبيق يعني الى حد ما يعني انا متفائل شوية بالنسبة للجهاز ده بس في حالتين ان الجهاز ده يكون مدعوم من الشركات الطرف التالت ان احنا نشوف العاب من شركات تانية بتعملها وبتقدمها للجهاز ده تاني حاجة ان الجهاز يكون قوي بالنسبة يعني ممكن يقول قريبة من الاكس بوكس وان العادي يعني على الاقل يشغل العاب بشكل مقبول فبالنسبة للنقطة الاولية نينتندو هم يأكدوا ان فيه شركات كتيرة جدا هتدعم الجهاز وتقريبا الجيمينج اندستري كلها وقفارة بس احنا عوزين نشوف يعني التطبيق على ارض الواقع هيكون ماشي ازاي لان تقريبا نفس الكلام ده تلسعت لما اعلنوا عن الوي يو بس في الوقت الحالي يعني شركات كتيرة ومن ضمنهم يبي صفت متحمسة جدا للجهاز ده يعني يبي صفت بيروجه للجهاز تقريبا كأنه بتاعهم مش بتاع نينتندو وبالنسبة للنقطة التانية دي هم ما تكلموش عنها خالص ولا تكلموا عن المواصفات التجهاز كل اللي احنا نعرفه ان انفيديا بترجع تاني من بعد الاكس بوكس وان الوريجنال مش الاكس بوكس وان الحالي بيرجعوا ان هم يقدموا هارد وير للكانسلز وموفرين احدى شابسيت عندهم لانفيديا تجرى وده مفروض جي بيو معمول للاجهزة المحمولة هم بيقولون ان دي نسخة معدلة هل يطارة بقى نسخة معدلة من شريحة عملوها للعيلة الحالية بتاعت باسكال ولا نسخة معدلة من العيلة القديمة بتاعت ماكسويل اللي كانت موجودة في اجهزة زي انفيديا شيلد وشيلد تابلت فدي حاجة تقريبا ننتندو مش هيتكلموا عنها الا اول السنة اللي جاية الجهاز اساسا هينزل في شهر مارس اللي جاي وهما قالوا ان هم هيتكلموا عن المواصفات هل هيتجازة يكون اه الاجهزة القديمة بتاعت ننتندو وكمان في معلومة ممكن تكون غريبة شوية التريلر اللي هم كانوا نزلوه هو كان تريلر حلو الحقيق يعني تقريبا ده اول تريلر يشدني بالنسبة كبيرة من اعلانات تاعت ننتندو بس كان فيه حاجة يعني مسيرة للجهازة لشوية واعتقد انها ممكن تكون حاجة مضللة برضو ظهر في التريلر ده جيم بلايز من لعبة سكايرم ودي من قتل الالعاب اللي ممكن نشوفها من شركة زي بيساس ده ودي كانت رسالة مهمة جدا يعني من ان فيه العاب تقيلة وهارد كور شوية جاية للجهاز ده لكن للأسف بيساس ده ممكن نقول يعني انقروش بالنسبة 100% ان اللعبة هتنزل للجهاز وهم قالوا مش هيعلقوا حاليا او مش هيأكدوا على اي لعبة هل هتنزل للجهاز ده ولا لأ ومفيش حاجة مؤكدة في الوقت الحالي فللمرة التانية انا بقولها يعني انا متفائل شوية من ناحية الجهاز ده اتمنى بجد ان الجهاز ده يكون منافس للجهازين الموجودين حاليا يعني مش منافس من ناحية القوة منافس من ناحية الفكرة ذات نفسها دي زي ما قالوا قبل كده فكرة جديدة ما شفناش قبل كده يعني هتولي الجهاز كان عبارة عن هوم كونسل وبتحول لجهاز محمول فدي الصراحة حاجة كويسة جدا بالنسبة للجهاز فاقولولي في التحديد انتو متحمسين للجهاز منتظرينه بحظر ولا مش مهتمين بي تماما بعد كده بقى بالنسبة لحاجة اللي احنا اتكلمنا عنها في الفترة اللي فاتت وعملت لها فيديو مخصوص وهي ريد دا در دامشن توب طبعا عمش هيدي الكلام عن اللعبة تاني بس في نقطة انا انا استعراب ازاي انا ما اتكلمتش عنها في الفيديو اللي فات وهي ان اللعبة مش هتنزل لبي سي او مش مؤكد انها هتنزل لبي سي في الوقت الحالي وبالشكل دا عيد نفس اللي استوانا المشروخة بتاعة جي تي اي فايف ان اللا ما متنزلش لبي سي الناس تقعد تقول ليه ما تنزلش والناس تقعد تدايق الكلام دا اه روكستار يفضلوا ساكتين بتاع سنة سنة ونص وبعد كده ينزلوها لبي سي وكونسول جيميرز قبلها يقضوا بقى يغيزوا ببي سي جيميرز وبعد كده لما ببي سي جيميرز تجيلهم اللعبة يقول لهم اه شكرا على البيتا تيستنج نفسه الستوانا مشروخة هي اهي انا عن نفس الشخصين لو كانت اللعبة موجودة على بي سي من الاول انا كنت هاجب على ببي سي يعني انا واحد معي جي تي اكس تين سيفنتي والاسبوع اللي جاية يكون معي سيك سيبن هندرد كي كوراي سيفن فاكيد مش هلعبها على بلاي ستيشن فور فالسيناريو معروف لعبة الاول على الكونسل وبعد كده على بي سي الكلام ده تقريبا حصل مع جي تي اي فور في جي تي اي فايف وبعد كده هيحصل مع اللعبة دي وبالنسبة لجي تي اي فايف يعني لما النسخة بتاعة بي سي نزلت كانت ممتازة من ناحية الاوبتميزاجن فاكيد هم هيعملوا نفس الكلام هنا وهيكون اللعبة يعني مش متكروتها يعني هيكون فيه اهتمام وهي من الواضح ان يعني فيه كمان شراكة مبين روك ستار والسوني بخصوص ان هم هينزلوا محتوى حاصري لب اللعبة تيجي تنزل فيه محتوى حاصري للانلاين مود على اللعبة وفيه جملة قالت في البلوك بتاعت بلاي ستشن بالنسبة الاعلان على حاجا زي كده ان اللعبة طورت من الصفر من انها تاخد كامل امكان الاركيات على بلاي ستشن فور والله اقلا بقى بلاي ستشن فور وانا بلاي ستشن فور العادي وبعد اضافة ريد ده اخبار تخص كروت شاشه جديده تم الاعلان عنها من انفيديا وكروت الشاشه هي نوعين من اhabt Kumitee 1050خ موجه بنسبة كبيرة للعب على تين ايتي بأعلى من ستين فريم برساكند ويعتبر في الوقت الحالي كده ده كرت شاشة متوسط الأداء ونسخة العادية منه هتنزل بميموري اتنين جيجا بايت والنسخة التي اي هتنزل باربع جيجا بايت بس بكلوك سبيد أقل شوية وهما نشروا زي الصورة فيها الأداء بتاع بعض الألعاب على الكرت ده وكما هو واضح الأداء مرضي جدا بس يعني زي ما أنا بيقول لكم كل مرة استنوا الريفيوز ويشوفوا هيتقال من خلالها ايه وعلى سيرة المواضيع التقنية والكلام ده مهندس اللي عمل بلاي ستشن فور اللي هو مارك سيرني اتكلم مع يورو جيمر عن بعض التفاصيل اللي تخص بلاي ستشن فور برو وقال يعني حاجة ممكن تكون يعني مسيرة للانتباهة شوية بالنسبة للجهاز الجهاز المفروض من بلاي ستشن فور العادي شغال بتمانية جيجا بايت جي دي ار 5 رامز ومفروض ان نفس الساعة دي هتكون موجودة في البرو بس يعني بسرعة اعلى شوية واللي مارك سيرني قاله ان في رامز زيادة دي دي ار 3 يعني اقل شوية في المستوى موجهة فقط انها تشغل ببرامج بقى الجانبية زي نيتفلكس او حاجة زي كده يعني اللي هيجي يطور لعبة هيستغل الرامز بتاعة جي دي ار 5 بشكل كامل على عكس بلاي ستشن فور العادي فدي نوع من انواع الافضليات اللي هيخدها بلاي ستشن فور برو يعني فوق البلاي ستشن فور العادي ومن ضمن الالعاب الحصرية اللي هتنزل قريب البلاي ستشن وهي The Last Guardian بعد 9 سنين من التأجيل واللعبكة واللخبطة في تطوير اللعبة دي اللعبة وتطويرها انتهى خلاص ويعني جهزة انها تنزل في خلال الفترة اللي جاية اللعبة المفروضة ان احنا كنا بنلعبها في الفترة دي بس اتأجلت لشهر 12 اللي جاي وانا شخصيا يعني ممكن اكون مقلق شوية صغيرين من اللعبة دي يارب بس يعني يكونش قلق يفهم حلو حد فيكم فاكر اللعبة كانت تسمعها Lost Soul Aside وديكات لعبة شخص واحد بس هو اللي عملها هو ممكن نقول كان عبارة عن ديمو معمول بانريل انجين فور وطبعا الموضوع شد انتباه ناس كتيرة جدا وكان فيه مطالبة ان اللعبة دي تخش مثلا من خلال كيكستارتر عشان يتعمل لها زي الدعم جماهيري او ان مطور متاع اللعبة يحاول ان هو يشوف استوديو يعني يتفق معهم ان هما يعملوا اللعبة معاه ويمكن ده اللي حصل سوني هي الشركة اللي هتدعم المطور اللي عامل اللعبة وهتخليه يشتغل معا استوديو من استودياته عشان يكملها ومفروض ان اللعبة هتكون حصرية بشكل مؤقت على بلاي ستشن فور فاللي انا هتمنىه شخصيا يعني اللي احنا شفناه يعني تعمل حاجة زيه وبالنسبة الواتش دو اي حد مستنيه على بي سي اللعبة هتتأجل اسبوعين عن معاد زولها الاساسي والسبب يرجع ان يوبي سوفت عاوزين يتأكدوا ان هما ضمنين مميزات تكون مهمة جدا لنسخة بي سي قبل ما تنزل زي الانلوكت فريم ريت او دعم اكتر من كارت شاشة او الفور كي سابورت وحاجات تانية كتيرة جدا خلتني بصراحة يعني انا مش عاوز اكون متشاهم شوية من ناحية اللعبة دي بس انا الصراحة خوفت شوية من ان بي سي بورت بتاع اللعبة دي من الممكن يكون في شوية مشاكل ان هم عاوزين اسبوعين عشان يحطوا كل الكلام ده فانا شخصيا يعني قلقت شوية ويعني اتمنى لو اي حد ان هو يلعب اللعبة على بي سي ان هو هو يستنى بعد ما اللعبة تنزل يشوف هل في مشاكل في البرفورمانس تاعه ولا لأ واللعبة التانية من يو بي سابت وهي بياند جودن ايفل 2 يعني اللعبة دي احنا اتكلمنا عنها اكتر من المرة في الفترة اللي فاتت ومخرج اللعبة مايكل انسل اتكلم شوية عن سبب ان اللعبة تأجدت اكتر من المرة في السنين اللي فاتت السبب يرجع لان القانسلز القديمة اللي ابتدأ تطوير اللعبة عليها ما كانتش مناسبة لانها تحقق كامل طموحاتهم من ناحية المحتوى اللي هم عاوزين يضفوه في اللعبة اللعبة حسب كلام مخرج كان هيكون فيها محتوى كبير جدا يعني من ضمن المحتوى ده صفر عبر الفضاء وحاجات زي كده فهم شايفين ان في الوقت الحالي هم معاهم الهاردوير اللي يسمح لهم ان هم يحققوا الرؤية بتاعتهم بشكل كامل وبدون اي مقدمات استيديو ينايتد فرانس اللي عمل لعبة سليبينج دوغز افلوا في الفترة اللي فاتت بدون اي سبب وبدون اي نوع من انواع التصريحات وكان فيه اللعبة اساسا هم لسا معلنين عنها من حوالي شهر وهي سماش ان جراب ودي مفروض كانت تتبع لعبة اونلاين ونزلوا تريلر ليه وكان ليه ايرلي اكسز على ستيم اول ما اعلنوا ان هم هيقفلوا للستيديو سحبوا اللعبة على الايرلي اكسز واي حد كان اشتراها فلوسوا بترجعلوا فزا ما اتوا شايفين فيه شوية غموط حوالين الموضوع ده والله اعلم من اموك ان هم يتكلموا عن السبب اللي يخص قفل الستيديو في الفترة اللي جاية ولا والممثل كان عمل صوت بطل لعبة وولفنشتاين زا نيو اوردر فيه مقابلة عملت معها في الفترة اللي فاتت ولمح بالنسبة كبيرة جدا ان في الوقت الحالي فيه تطوير لجزء تاني من اللعبة وقال ان فيه اسم زاقف في الانترو بتاعت مؤتمر بساسدة في معرض اي سري وقال ان الاسم ده ليه علاقة بالجزء اللي جاي فبنسبة كبيرة كان فيه حاجة اسمها زا نيو كلاسيز وتقريبا ده موك يكون العنوان بتاع الجزء الجديد انها تكون وولفنشتاين زا نيو كلاسيز وبالنسبة اللعبة تانية من بساس ده وهي بري وبصراحة كان لها تريلر ممتاز في الفترة اللي فاتت بيشرح اللور بتاع اللعبة بشكل يعني كرتوني شوية واللي شديني في التريلر ده ان هم ماشيين بنظام زي التاريخ بديل يعني هم واخدين احداث حقيقية او شخصيات حقيقية بس محورين على الاحداث اللي حصلت معاهم من رئيس الامريكي اللي كان اسمه جون كينيدي وبيقولوا في اللعبة ان هو نجح من محاولة الاختيال اللي حصلت له فبيوضحوا بقى ايه الفكرة بتدخيل العلمي الخاص بالعالم بتاع اللعبة ودور جون كينيدي في الموضوع ده كله يعني لو اي حد مهتم باللعبة لابد ان هو يشوف التريلر ده ريسمون انترتيمنت تتكلموا تاني عن حتة المحتوى الاضافي اللي هيكون بشكل مجاني اللعبتهم اللي هي تايتن فالتو ويقالوا ان مش هيكون بس خراية مجانية الموجودة في اللعبة هيكون في اسلاحة كمان فدي حاجة صراحة ممتازة ان هم بيدعموا اللعبة بمحتوى مجاني ويحاولوا ان هم يحببوا الناس في اللعبة وده اللي انا كنت قلته في فترة اللي فاتت يا ريت كان دايس يهتموا بالنظام ده بدل ما هم عاوزين يعملوا سيزن باس او بريميوم وان يكون في محتوىات مدفوعة جنب اللعبة ده غير ان فيه تركيز في الدعاية للسنج بلاير بتاع اللعبة في الفترة اللي فاتت ونزلوا فيديو جديد بيعرض العلاقة لما بين البني ادم والروبوت او التايتن الموجود في اللعبة وده اللي هكون الاساس او المحور بتاع الكمبين ذات نفسه عموما دي كان كل التفاصيل اللي تخص الحلقة دي وتخص الاخبار بتاعت الفترة اللي فاتت وكال عادي لو عاوزين تعرفوا التفاصيل اكتر هتلاو اللينك كلها موجودة في الدسكريبشن وطبعا انا مستاني رأيكم بالنسبة للنينتيند سويتش فانا مستاني رأيكم بخصوص الموضوع ده فاتماني يكون الحلقة دي عجبتكم ما تنسوش ان لكم تعملوا لايك وشيروا سبسكرايب واشاكم فيديو جديد